121-قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون بعد أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة الراجحة في خلقه وطبعا كان لابد من بيان فضل سيدنا آدم عليه السلام فقام الله عز وجل بتعليم آدم الأسماء كلها ثم كان الامتحان من الله عز وجل للملائكة الكرام قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء الأشياء إن كنتم صادقين صارت الملائكة وقالت سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا فأنت وحدك العليم وأنت وحدك الحكيم وهنا قال الله عز وجل يا آدم أخبرهم بأسماء هؤلاء الأشياء التي عجزوا عن معرفتها فلما أخبرهم آدم عليه السلام بأسماء الأشياء صار لهم معلما وتبين لهم فضل آدم عليه السلام وهنا قال العليم الحكيم للملائكة ألم أكل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تجدون وما كنتم تخفون في صدوركم قد يكون الجدال والنقاش مقبول بين مخلوقين لكنه غير مقبول بأي شكل بين الخالق والمخلوق سؤال الملائكة كان مبني على النظر والفكر في خلق الله وأول ما اكتشفت عجزها صرعت ورجعت إلى الله عز وجل وده الواجب علينا إحنا كمان كمسلمين إذا لن نصل إلى حكمة لله عز وجل في أمر من الأمور الإلهية لابد من الاستسلام والإذعان لهذا الأمر الإلهي وهتلاقي مجموعة من التنويرين ودعاة التقدم والحضارة مع كل أمر إلهي في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة ينقشوا ويجدلوا ويأوحوا ولا يقبلون تماما الأمر الإلهي ولا الحجة الإلهية زي مثلا موضوع الحجاب تلاقيهم لما يتكلموا عن الحجاب يقولوا عليه تخلف واستعباد للمرأة أما المرأة المتبرجة المتحررة فده بالنسبة لهم حرية شخصية وده نفس الطريق اللي سالكوا إبليس لما تكبر عن السجود لآدم عليه السلام يا آدم نداء فيه تشريف لآدم عليه السلام وإظهار لعلمه وفضله ألم أكل لكم دي بالضبط زي ما بتقول أنا مش قلتلك ودي فيها معدبة من الله عز وجل للملائكة بتركهم الأولى وهو الطاعة ومبادرتهم بالسؤال عن الحكمة من خلق آدم عليه السلام قال تعالى ألم أكل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض الغيب هنا والغيب المطلق إلى قيام الساعة ونخلي بنا أن الله عز وجل ممكن لحكمة ما قد يطلع بعض خلقه من الملائكة والرسل على بعض الغيب وهناك من الغيب ما استأثر بعلمه الله عز وجل قال تعالى يسألك الناس عن الساعة كل إنما علمها عند الله ماتوا بدون أيها الملائكة حين سألتم عن الحكمة من خلق آدم عليه السلام وما كنتم تكتمون حين رأى إبليس جسد آدم بلا الروح قال في نفسه لئن سلت عليه لأهلكنه ولئن سلت عليه لأعصيانه قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ما كنتم تكتمون أي ما أصر إبليس في نفسه من الكبر قال الشيخ الشغراوي رحمة الله عليه حكم الملائكة على آدم هو حكم بالغيب ولا يعلم الغيب إلا الله وفي الآية الكريمة يتبين لنا فضل العلم والعلماء ومن علمني حرفا صرت له عبدا نجد أن الله عز وجل هو المعلم الأول لآدم علم الأسماء كلها ثم قام آدم عليه السلام بتعليم الملائكة علم الأسماء كلها وهنا يتبين لنا فضل المتقدم على المتأخر ونخلي بالنا لا يزال المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه علم فقد جهل وأخيرا اللهم ارزقنا إيمانا واستسلاما وتصديقا بكل أحكامك الإلهية جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر